موجودة في الخنزير وموجودة في النباتات هل هذه الخميرة الفرنسية التي تباع للجزائريين والتي تحتوي على الـ 491 هل هذه مادة خنزيرية ولا مادة نباتية أنا هذا وش كان سؤالي أنا ما قلت حرام وإنما قلت مادة موضح الناش وما دم على بناش كيف يجوزنا ناكلها يجوز لك أنت إنسان يقول لك هذا الكاس راه فيه مادة ممكن تكون خمر وممكن تكون عاصير أنت ومع تروح تشربوا نحن طلبنا توضيحات يا وزير التجارة وضحنا يا نقابة الخبازين وضحنا يا مستورد وضحنا الحمد لله النداء انتعنا ما رحش باطل ولم يذهب سودان الحمد لله هذه جات التوضيحات والله الذي لا إله إلاه لو كان مشي الشعب الجزائري خداري وقاطع هذا الخميرة وتكدست في المحلات التجارية و لو كان مشي التجار قاطعوها و لو كان مشي العائلات قاطعتها رغم أننا في شهر رمضان المبارك و رغم حاجة الناس للخميرة والله ما يعطونا قصة ولا يجربونا ولا يوضحونا الآن وزير التجارة قال لك هذه مادة ما فيهاش الخنزير ولكن قالها بكلام مبارك ما أعطنا بيان ما أعطنا دليل ما قال ندينها إلى مختبرات وزارة التجارة و قالوا على رقبتو كلها ما فيهاش الخنزير الله أعلم نقابة الخبازين كيف كيف داروا بيان بالليم ما إيش مادة خنزيرية وإنما مادة نباتية الحمد لله ولكن كيف كيف ما دارونا توضيحات يعملوا ناكي ذراري صغار كون يا وليدي واغلق فمك هاكذا ما دارونا بيان ولا ادوها للمختبر ولا حللوها ولا نشروا نتائج التحليلات ولا المختبرات وش قال لك قال ما فيهاش مادة خنزيرية هذا وراء عاجبنا ويكفينا كي يوليت وتعطونا قصة وتهتموا بنا وتجربونا على الحلال والحرام الوحيد ليخدم خدمة محترمة وراني راضي عليه الاستاذ مصطفى الزبدي جزاه الله خيرا راح ادى هذه الخميرة بعتها الى مختبرات حيادية في ألمانيا وجاب النتائج التحليلات المخبرية والتي تقول انها خميرة نباتية وليست خميرة خنزيرية والحمد لله يعني يعني الحمد لله اننا مكلناش الحرام وان الشعب الجزائري مكلاش الحرام ولذلك انا انصح هذه الشركة مد ليش أربع مية وواحد وثسعين الأربع مية وواحد وربعين الأربع مية وخمسين انحنا وينعرف هذه المصطلحات اكتب لي قال أربع مية وواحد وثسعين مادة نباتية حلال وفق شهادة المخبر الفلاني بلي حبي يحقق يحقق هكذا من البداية باش متكونش بالبلاع باش تنتهي هذه المسألة مرة يجيبونا البربيكان ومبعد مولاها يقول ما فيهاش الخمر وانا نقوله فيها الخمر وقد بيّنت التحاليل ان فيها الخمر ومبعد يجيبونا شيكولا فيها الزيوت السرطانية ومبعد يجيبونا شيكولا مخدومة بالاقمل بالاقمل هكذا تسمعوا ولذلك اذا كان الامر كما قال وزير التجارة وكما قالت نقابة الخبازين وكما قالت جمعية الدفاع عن المستهلك ان هذه ما هي الا مصطلح لمستخلاصات نباتية لا علاقة لها بالخنزير الحمد لله يجوز اكلها ولا شيء عليكم ولكن دائما وضحونا ما تخلوش في الغموض لاننا نحن نصبر على كل شيء الا ان نصبر على اكل الحرام الا ان نصبر على اكل الحرام ولذلك تحية للامهات في الجزائر تحية للامهات تحية للنساء في البيوت بمجرد ما عرفوا بانها مادة فيها شبهة قد تكون خنزيرية وقد تكون نباتية حبسوها ما اخدمش بها تحية للتجار واصحاب الاروق توقفوا عن بيعها تكدست في المحلات لان فيها شبهة هذا والشعب الجزائري جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وربي يملأ بيوتكم بالخير والبركة ولكنني اتساءل الان واش حكم الخميرة الصينية ليريف تزاير والصينيين على بنا يكلوا القرل ويكلوا الطبات يكلوا الدود يكلوا الحنوشا يكلوا كل حاجة يعني هذه الشركة الصينية مش يترح تجيبنا بيان وتحقيق بأنها مخدومة من مواد حلال ما لا انا ادعو الى مقاطعة هذه الخميرة الصينية والاوروبية والالمانية والبرازيلية مكاش لما اذا راكوا حابين تدخل حاجة يكلها الشعب الجزائري لا بد على وزارة التجارة يا وزير التجارة اسمع لما اقول انا والله العظيم انا لست معارضا سياسيا ولا هدف الشهرة ولا السمعة وانما الهدف انتعي اننا نعيش في الحلال يا وزير التجارة سارع دير لجنة فيها مختبر فيها عالم من علماء وزارة شؤون دينية فيها واحد من المجتمع المدني من حماية المستهلك فيها ناس كأكفاء هذه اللجنة تمنع دخول اي مدى الى الجزائر الا اذا اعطالوا شهادة حلال هكذا نقولوا مطمئنين انسان يروح يشري هكذا المستوردين يوليك يجيب مادة قبل ما يبيحها للشعب الجزائري يديها الى هذه اللجنة وهذه اللجنة تطيلوا شهادة حلال ما اعطت له شهادة حلال يخليها في البابور ويشربها هو ويروح يخبس بها الخبز انتاع وهو اما الان السوق مفتوحة الليبيرالية المتوحشة اطلع الاوروبا جيب اراهم يجيبوا كاشير من فرنسا كاشير من فرنسا مخدوم بالدم اكو تسمعوا مخدوم بالدم الدم هذا كتا البطورات التوحم لما يقتلوا الحيوان يقتلوه هذا كدم يجمدوه يزيدوا له مواد ويخرجوا له كاشير كيف تخلي الكاشير تاع بلاط بلاط المسلم بلاط اللي يحاج بيتربي بلاط اللي يخدم بالجاج المذبوع حلال في حلال في حلال حتى هذه المادة المادة الملونة وانا تحققت من هذا بلاط يديرها بالبطرف البطرف يجيب البطرف مادة نباتية ويعصرها هذه المادة الحمر يدير بها الكاشير يعني الحم مدبوح حلال واللون التاع مادة نباتية حلال والجاج مدبوح حلال وعلى أيدي ولاد الحلال والخدامين حلال في حلال في حلال خليها وتحتكل كاشير تاع فرنسا مخدوم من الدم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إذا كان وزير التجارة يسمعنا سارع إلى إنشاء لجنة لمراقبة الحلال حق ذا يرتفع الإشكال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة